النهاردة الشباب جايين نتكلم عن تسليم الكراسة اللي تكلمني عليها 3000 مرة ولكن الجديد حاجات بعض الحاجات اه تعديلات عن الدفاعات السابقة هنتكلم عليها عايزة يتسلم او تروح تسلم ملفك من غير ما ترجع او يديك تأجيل مثلا عشان خطر يقولك روح كمل ملفك نقصك الحاجة الفلانية يالي تتابع التعليمات دي كده معايا كده عشان تبقى فاهم العملية طب فيه لسه اسئلة الغد دلوقتي بتيجي على القناة انا ان كنت نازل في الطب بغير لاقق وهينزل لي معايا تاني ولا لا انا دلوقتي ما قالي فترة ما نزليش معايا الاختبارات انا كنت اخر حاجة لقام وما نزليش انا كنت في مش عارف الرياضي وما نزليش بص حضرتك السؤال ده انت مش داخل جروب كل شوية تسأل السؤال لحضرتك لا بتشوف فيديو ولا بتتابع القناة كويس وتيجي يا دوبك تخش على اول فيديو قابلك على القناة وتروح لسع التعليم بتاعك وايه وعم استني الرد ده مش جروب الجروبات كتير عندك ممكن تشترك فيها وتاخد تد في الكلام انت حضرتك لو متابع كويس الكلام ده احنا يلينه الف مرة فياريت ايه معلش عشان خطري يعني انا بص لاقي الفيديو جاب عشر مشاهدات وعندي ستين تعليق عايز رد عليهم وعايز اتصالات على الواتس وعايز مش عارف تليفونات على ايه ان شاء الله فلكن انا لا فيه اعجاب بالفيديوهات ولا اي حاجة تعبين نفسينا على الفاضي على القناة بصراحة يعني انا فما ادي ده شيء بزعاني طبعا يعني ما بقولها لكم بصراحة يعني لان مجهود كده اوانطة يعني لكن المهم بقى نتكلم عن الملف وتسليم الملف حضرتك انت كتبت ملفك زي ما شرحين عبر القناة كده كتبت الملف بصورة سليمة تمام بعد اختبار الاتزال النفسي بيجي لك رسالة الرسالة اللي موجودة قدامنا ديت كده انك انت حضرتك المفروض بيقولك الطالب فلان الفلاني انك انت بتطبع بيناتك وبينات اقارب وبتاعتك وموقفك من التجنيد والدخل للشهر الاسرة اذا كان فيه دخل للشهر الاسرة والاسرة اه موظفين طيب وبقولك اطبع لي نسخة من تقرير واحد ونسخة من تقرير اتنين وايه هو تقرير واحد ويه تقرير اتنين تطبع لي تلات قصد نسخ منه تلات نسخ من هنا طب هنطبعه ونعمل فيهم ايه ده اللي برضه هنتكلم مع بعض فيه على ده كده حضرتك اللي هو على اليمين ده اللي هو اه ده التقرير رقم واحد وده بيبقى هتطبع منه تلات نسخ وده بتاع شغل ايه للتحريات فحضرتك ماليكش داخل بيه ماليكش داخل بيه مش هتكتب فيه يعني ايه اي حاجة مش هتحط فيه قلم سيبه كده حضرتك هتسلمه فاضي هتسلمه فاضي مع الملف يبقى فيه الى تلات نسخ طب اللي جاب منه على الشمال دوت اللي هو ده حضرتك ارنيك الفحص اللي هو بتاع التحريات برضو هتطبع منه تلات نسخ لما تيجي تطبعها تفاجئ ان هو تمانية وعشعين ورقة تقريبا وهو نفس البيانات زي الكراسة بالزبط طب هتطبع منه تلات نسخ هتكتب منهم نسختين بخط ايدك زي الكراسة بالزبط البنات اللي انت كاتبها في الكراسة هتكتبها هنا ازا كنت كاتب حاجة غلط في الكراسة فتاريخ ميلاد نقله غلط كاتبه غلط حاول تصلحه في التلات كراليس دول طب لما تتروح المععد ياخد منك التلات نسخ لأ حضرتك ياخد منك نسختين فقط لغير واحتفظ بالنسخة التالتة برضو معاكل الاحتياطي اي ورق دايما اقولها لك نصيحة صوره دايما صور زيادة طيب يبقى احنا عرفنا هنتقرر رقم واحد للعليمين دوت هنتبع منه التلات نسخ واللي على الشمال ده تلات نسخ العليمين ده مش هنكتب منه حاجة اللي هو اقرار رجال الاودارة دوت دا بتاع التحالات بتاع اللي بحس منكش داfield البيه هاتسلمه فاضي وده اللي هتطبع منه تلات نسخ وهتكتب منه اه ده هي هتكتب منه نسختين اكتبت تلات نسخ واخد معاك نسختين المنتقرب يستلم نسختين العشان ايه كده من العجم طب هتطبع ايه تاني من على على الموقع عشان تاخده معاك اللي هي وسائق التعارف ايه هي وصائق التعارف حضرتك ده عشان برضو تطبع منهم نسخة ونسخة تانية احببها وخليها معاك احتياطي برضو في البيت. ايه يا نسخة حضرتك لما جيت لو تفكر كده انك انت حطيت بياناتك. بيانات الطالب الشخصية. وبيانات الوالدين. اللي هو الاب والام. وبيانات الجدين اللي هو جدك ابو امك وجدك ابو والدتك. ابو والدتك وابو والدك. دول اجداد. دي هي ديت وصائق التعارف اللي لازم تاخدها معاك برضو مطلوبة. طب ننضمن برضو لحاجات ده لازم اخدها معايا. عشان برضو ما ارجعش. اللي هي الحاجات اللي موجودة في ظهر الملف كده لما تصيري الكراس تجديد كده في الظهر من جوة تاني ورقة كده مكتوب فيها ايه عايز منك ايه عايز منك فيش بتاعك يكون الفيش ده ما عداش عليه تلات شهور. قدعة ايه للأب برضو ما عداش عليه برضو ايه اثر مدته تقريبا ستة شهور. ده قدعة ايه للأب. اه قد فرد للطالب. طب قدعة ايه للأب ده وتمطلوب في تعزرات. انا ما عنديش فكرة برضو ان يعني اكيدة انك انت مسلا عندك مشكلة فيه انك انت بتاخد تعزر او لا. قد فرد للطالب ده عشان يزبط انك انت او الطالب يعني متزوج او غير متزوج. عايز اتناشر صورة سخصية للطالب طبعا اتناشر صورة. هتاخدهم اه الاتناشر صورة دول معاك صور ميري اربعة في ستة الخلفية بيضة. اسمك مطبوع على من تحت كده في الاستودية قلت باعلي اسم رباعي كده على الاتناشر صورة. هتاخد صورة بطاعتك تصور صورة البطاعة بتاعت حضرتك. وهتاخد اللي ازا كان الوالد ده او الوالدة كانوا موظفين اتنين. اه اي حاجة والدك شغال مسلا مدير في الشركة الفرنية. شغال عامل في الشركة الفرنية في المصلحة الفرنية في الوزارة الفرنية. هتاخد هتجيب ما يثبت ان هو شغال فين. ويجيب له مفردات مرتب مختومة بختمة النصر ومعتمدة. طب انا والدي مش شغال حاجة. ما فيش مشكلة مش مطلوب منك بقى في الحالة دي مفردات مرتب. انت لو مطلوب منك انك انت بس هتكتب في الكراسة. ازا كان هو مسلا تاجر مسلا نقول ايه? تاجر خضروات. اكتب تاجر خضروات وحط له كده يعني مرتب كده وصد منه يعني ما يقارب مسلا اربعة تلاف جنيه. مسلا يعني كده. راجل شغال مسلا اه عامل نظافة. اكتب كده ان هو عامل فلاح اكتب فلاحادي وحط له مبلغ كده يعني ايه? تقريب كده في دقل شهر يقديه في الشهر. ده كده اللي بالنسبة. عند والدك حيازة زراعية وعنده عقارات. بتجيب من الشهر العقاري ما يزبط زلك وبتختمه ختم. النصر هو ده طبعا هتقول له جيب ليه بقى ازا كان عنده بيوتر عنده عمارة ولا عنده ارض زراعية. الحاجة ديت بت يعني اه دعمها للملف بتاعك ان ان انت راجل كده مش هتبص بعد كده الحاجات ديت يعني ايه? اه بيبصولها عندك املاك. فانت يعني مش يعني برضو الحقيقة الحاجة اللي تبقى كويسة لك في مصلحة. الموقف من التجنيد ودي المشكلة الكبرى اللي كلنا وقعنا فيها طلبة في السنة ولسه بتدرس وراح اقدمه مش في الاختبارات وجاء عنده موقف التجنيد بقت مشكلة طالب ماهوش في معهد المعهد مش معتمد. تبص يا شباب. اه. انت حضرتك في كلية معتمدة. في وزارة التعليم العالي او في معهد في وزارة التعليم تبع التعليم العالي. انت حضرتك بيجيب قيد دراسي. قد او ما يثبت اثبات قدوات. انه بيبقى موجود فيه الرقم السلاسي. ايه الرقم السلاسي ده الناس هتقول لك ده هو كده اكتب اخر رقم السلاسي اللي مكتوب في الشهادة بالملاد من تحت. لا حضرتك. المعهد هو اللي بيكون ميأجل لك. المعهد نفسه اللي بيأجل لك. بقول ان اطلب فلاني ده. اه فلاني. اه رقم السلاسي بتاعه بتاع التجديد كزا. ومؤجره لحد سن مسلا خمسة عشرين سنة ستة عشرين سنة. زي ما يكون هو المعهد المدولك ومعدولك بختم المعهد. باسم المعهد وجنبه ختم النصر معتمد. اه بالنسبة برضو عشان انت راجل اقول ان الدوات بيتعام بالشهادة الاعدادية فانت معاك الشهادة الاعدادية الاصلة او مستخرج منها. وشهادة ميلاد كمبيوتر. ديها الحاجات اللي مطلوبة من حضرتك. لما تيجي تقدم ان شاء الله. اتمنى يكون وسط المعلومة ديت كده ملفك كامل. عشان ما ترجعش يبقى نقصك اي ورق. اه اتمنى تكون وسطكو. واللي ما لسه مشتركش في القناة اشترك في القناة. وما تنسناش باللايك اللي انت دايما تنساه وتبخل علينا. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.